ايه? ايه ده? هلعب معك ولعبة صغيرة كده. انت مقاكي كيو كار كمان? اه ده نعمل لكو لعبة جميلة هستأذنك وهاخد والمايكات ايه جماعة ده. اه. طب يتفضل يا بس ده مرة. اه ماشي. نلعب لعبة كده لذيذة اسمها هو وهي. من اكتر الحاجات زي ما انتم عارفين. طب احنا ما اتفقناش على الاسئلة قبل ما نشوف. لا احنا احنا عايزين بقى على الهوى كده. انا دلوقتي عايزة الناس كلها يا جماعة. ايه محاولة تطوريتي على الهوى يا مروة يا بللي بتعمليه ببرنامجك مش هاسبع بيها. كما لم تشاهدوه من قبل هو وهي. وعايزة اراء سريعة وصريحة. جاهزين? مين صح بالفكرة دي? انا متتبقى نشعلك. يلا بينا. يلا. طب يلا. انا تحت امرك وانا سعيد انك انت عايزة عملي كده. اول شيء بيجذبك في الست. اه زكاة. وايه تاني? اه شياكتها واناقتها. اول شيء بيجذبك في الرجل. اه خدسة الدم. اه النجاح. الصدق. لو كنت استاذ بتدرس مادة الحب. ايه اول نصيحة? ايه اللي حوارة الغريب? ايه اول نصيحة هتقولها للرجالة? خليك صادق من اول يوم. اه عشان الكدب مرويش رجلين. والكدب والصدق مانجة. مانجة بقى. الصدق مانجة. اه الفونس ساعات مانجة بقى الفونس يعني حاسب يعني. طب هل الرجالة كلهم صدقين? ما قدرش احكم الرجالة كلهم. لكن اقدر اقولك ان انا بشوف ان الرجل العاوز يكمل حياته صح لازم يكون صادق. اه. بس السؤالية هي ممكن السؤال بتاع الرجالة صادقين هي ممكن تجاوب عن ايه? الرجالة صادقين? ولا خينين ولا كدبين? يلا جاوبي بقى. هو يعني انا مش عارفة يعني بس. لا ده السؤال ده استاني معلش انا عايز اصلا معلش اتدخل في الاخراج. ارجوك يا استاذ احما تخشك لو زبعة روشة. احنا هي من نسبة الاجابة دي يعني بيعنيها? اه الرجالة اطفال. اه. يعني اطفال اطفال طوال. يعني طفل. طفل كبير. اه. يعني لو عرفتي تستحضري شخصيت مامتو ممكن تيمشي معاك. تسمحي. اه يمشي معاك كويس يعني. بس طبعا عندهم يعني اخطاء وعندهم عيوب زي ما استاذ فيها اخطاء وعيوب يعني. بس اه بس طبعا ما نقدرش نعمم لان كل راجل فيه مشكلة ما يعني. طيب لما استاذ تكون نقطة ضعف الراجل. ممكن تعمل فيه ايه? الست تكون نقطة ضعف الراجل. اه. ممكن اجابانا على السؤال ده? طبعا. اه. طبعا. اه. طبعا. تجننه. تجننه. لدرجة ايه? يعني توصله. لدرجة انه هو ممكن اه الراجل لما تبقى الست نقطة ضعفه. اه. انه يحيد عن التصور اللي عامله لحياته. لمستقبله. اه. لهدفه في الحياة. وانها تسيطر على كل افكاره. وتبقى محور افكاره. اه. فممكن يخفل عن حاجات كتير مهمة في سبيل اه ان هي موجودة في حياته. اه. ممكن تحطم له حياته. خلاص. ازا كانت انسانها مش مش كويسة ممكن تحطم له حياته. لان هي قدرت تستحوز عليها. ايه رايك في الرد بتاعي ده? هو سليم يعني صح لو لو الراجل نقطة ضعف وست مش كويسة مش مش شرط مش كويسة في حاجة محددة. يعني ما يكونش قلبها عليه تكون مسلا تماعة تكون آآ انانية ومصالحها الاول آآ اي حاجة سلبية. فطبعا لو هو بيحبها قوي. وضعيف قصادها. لأ طبعا هو ممكن يتقذي. طبعا. انا ممشوطة بيك قوي يا دكتور. لان انا اول مرة شوفك بتجاوب على اسئلة كده مختلفة. انا دايما نشوفك بتسأل. لا احنا اول مرة نشوفك يعني بتجاوب احنا بنشوفك بتسأل. انا اول ما تسألت. اه فا يعني. نتأول مرة حد يسألني تخيالي. طب الحمد لله دي حاجة الفرحانة وفرحانة كمان بنوعية الاسئلة. لانه انا اكتشف يعني شخصية مختلفة. في حاجات حاجات. اه. هل صحيح ان الستات افضل جهاز لكشف الكدب? عندهم الحاسة السادسة عالية? الزوجة بتبقى دايما عندها الاحساس. يعني انا اتصور ان الزوجة اه وزوج او الرجل والست اه اللي بيحبوا بعض اوي اه او اللي عندهم فاهم عميق بشخصيات واق بعض. ممكن تعرف ان جوزها مثلا ما بيقولش الصدق في الجملة اللي بيقولها. ممكن هو يعرف ان هي الخبي. يعني بيوصلوا الى مرحلة من اللي بيسموها الترانسبارنسيش. ان شفافية المطلقة ان هما الاثنين حتى وهو بيجدب. هو عارف ان ان في حاجة وهي برضو في حاجة. مين اكتر فيهم اللي ممكن يكتشف الكدب يعني النهاردة لو اه راجل داخل على امراته البيت وقال انا كنت في حتة وهو في حتة تانية. الستة عندها سيك سانس. عندها حسستها. اوه. بتقدري تعرفي الكدر? اه طبعا. يعني اكيد. يعني بعرف وبحس وبحلم وحاجات كتير يعني. اه لا احلامي ده موضوع تاني خالص. اه اه. اه ما يوريك احلامها يعني. ايه صح. لا انا بعرف طبعا. طبعا. بعرف يعني. يعني لو لو جوزك دخل عليك وقالك معلومة وانتي. اه 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 اه. حصل قبل كده مع جوزك حاجة زي كده. ايه. طبعا. بس اتواجيه بعد كده تقولي له انك انت. اه لا. ممكن لا خالص. ممكن لا اصلا يعني. ممكن ما اقولش تا لما حاجات بسيطة يعني مسلا. ولا عشان الدليل مش في ايدك. حسة بس مش مسكة الدليل. لا هو انا بقى ما مش من نوع اللي روح اجيب الدليل. انا الدليل بيجي لغاية. ستنى الدليل يجي لها الحد عندها. وحسي بيه وارتب الحاجات على بعض وزبطهم وعمل صورة متكاملة وبعدين اقدم لك اللي حصل. فانت. انا بقولك شيخة يعني. لأ وبعدين بنوض نعمل محادثات بقى وتليفونات. تحليل. وحصل كزا. تحليل. ولأ وده حصل لأ ما حصلش ده بجد. فانا ايه اه في شوية اسئلة كده نفسي اعرف اجابات منك. طب يعمل. فايه. يعني خلينا نشوف اكبر غلطة بيعملها الراجل مع الست. الكدب. الكدب. اكبر غلطة بتعملها الست مع الراجل. انها تجاريه فيما يريد وتيجي في لحزة. تتحول ما جاريته فيه او تعتقد انها ضحت. اه. فتتمرد على هذه التضحية فيحدث الانفصال. ماليش اكسيكيوز مي. الاختلاف. ثم يحدث انها ضحت. ثم يحدث الانفصال. لا هي ايه اكيد ضحت. لا مش هيسمها التعتقد. يا استاذ عبير يا استاذ عبير. معناها ان ايه ست بتشعر ان هي ضحت للراجل. اه يعني ان تقولي انا ضحت عشان خطرك وما عملتش الدور ده عشان اه ما عملش الدور اللي زعلك. وبعدين اليوم ما تتخنقوا مع بعض. تيجي تقولوا فاكر لما انا ما عملتش الدور انا فاكر لما عملتش. طب انا هقول لكم حاجة. باقولك ايه? بس كن. في دفتر. في دفتر موجود. لا ما عليك. ما عليكش لا لا لا. وتعود ايده فيه يوم كزا حصل كزا. يوم كزا ضحت بكزا. ده انا ما خارجتش مع اصحابي يوميا عشان خطرك. ده انا يوميا ما جبتش. وبعدين تطلع امتى الضفتر? وعلى فكرة الراجل ده ايه بينسى? اه. تكتشف انها بقى دي مش ناسية. اه. انا عادي اعتراض على كل. انا مليش جاب كل. وتطلع الدفتر من تلاتين سنة. تعتقد انها بتضحي. الكلمة دي فيها انكار من حضرتك او من فكرة حضرتك عن الست عملته. انت بتقول فينا يا ما ضحتش يا تعتقد. لا ما تقللش بقى من التضحية يا دفتر. لا دي ما ما ضحتش. هي بتحبه. يعني يا ست ما بتضحيش يا دكتور. ليه من سنية تضحية تطلع وقت الجد انا ضحيت عشان خطرك? لان يعني انت عمرك ما قلت لحد انا ضحيت عشان خطرك? لأ. لأ بصيلي كده وانا بكلمك. قالت اكتب. قلتيها صح? وبعد كده تيجي في اللحظة تقولي له انا عملت وعملت وعملت وعملت. لا ممكن اقول لحد انا ضحيت عشانك بس يعني بس يعني هو ما ينكرش تضحيتي يعني ما قوليش ما عملتيش. لان ده اسمه خزلان اسمه عدم تقدير اسمه حاجات كتير مؤلمة. يا جماعة انا جاي هدي نقص والله. والله العظيم انا جاي انا بعمل حاجة انا حاسس انك انتي سعيدة انك بتعمليها. تتحكي عليها تفاهمي انها سعيدة. وتيجي بعد شهرين تلاتة تقولي انا ضحيت. مش سعيدة يتعمل ده عشان تسعيدة. طب سانية واحدة. اللي بضحي بيعمل ولين سميها تضحية ما التضحية معناها ان انا عملت حاجة انا يعني جيت على نفسي. طب ما يجيت على نفسي. ليه ما اقولش مسلا ايه? انا اكلت النهار ده مسلا معاك سبانخ عشان خاطر اشاركك السبانخ. رغم ان انا. ليه مش تضحية بسيطة. اسمها المشاركة والدانية. دي تضحية بسيطة. فيها عطاء. الحب عطاء. ده اسمه تلاعب العطاء. والعطاء مفهوش حساب. تلاعب الاشوار. كشف الحساب اللي يتقدموا الستة للراجل في لحزة من اللحظات. اه. لما يختلفوا. هو ده المشكلة الحقيقية في الانفصال او الانفصال. لما ما يسوقش فيها. على الاقل الانفصال اللي ممكن ما يكونش انفصال ورقي. لكن انفصال في البيت بين الراجل المرات. يبقى في اذا هنا في مشكلة في كشف آآ التضحيات وخانت الزكريات اللي اتنين دخلوا مع بعض عملوا هنا مشكلة. عمل وقفلة. عمل وقفلة. عمل وقفلة ايوة. الراجل الحي مش انقرض ولا لسه موجود. لأ موجود. موجود. طبعا. من انصار انه اتبح لها القطة واعلمها الادب ولا لأ? قطة ايه? القطة اخوفها. مين يطبح لمن قطة? هي السيتة النهاردة اللي بتتبح القطة ولا الراجل اللي بتتبه? مفيش حد يبيد اللي بتتبه لها القطة النهاردة. النهاردة مجتمعة مجتمعة آآ الثقافة بتاعة الجيل اللي طالع النهاردة غير غير الغير اللي قابل كده مفيش مفيش. يعني انا بسا لما بشوف في البرنامج ده. واحد كان لسه واحد متجوز واحدة. وبعد شهر قتلته. آآ. طب قتلته ليه? واحدة تانية آآ هو قتلها. وخرجت فسح. طب قتلتها ليه? ما تتطلقوا. يعني اللي انا عايز اقوله زي ما قالت عبير. بقى فيه شوية عنف. طب مش شوية ده كتير. انا مقتنع تماما فكرة ان كل شيء مبني على التفاهم من البداية. ولازم فترة الخطوبة تبقى فترة طويلة. طبعا. عشان يتعرفوا بعض كويس. ويعرفوا عيوب بعض كويس قوي. ويشيلوا المسكات عشان فيه مسكات بتتحط في الاول والبوكر فيس. صح. وكل واحد يعرف عيوب التاني عشان لما يتجوزوا ما يقولوش انت خدعتيني انت كنت حاجة وانت حاجة انت مسلت علي انت مسلت عليها. ساعتها لو هيتبح لها القطة ولا هيتبح لها. حرية دبحت القطة قبل كده? لا. اتدبح لك القطة قبل كده? اتدبح لي طبعا. 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 طيب دكتور عمري ايه رأيك في منزومة الجواز? هي نستقول لك فشلة منزومة فشلة ونستقول لك منزومة نجحة. لا طبعا منزومة الجواز هي منزومة اه ربنا سبحانه وتعالى يعني حط قواعدها اه في كل الاديان. وهي منزومة انسانية جدا مشاركة الوجدانية من الراجل امراته. المشاركة الوجدانية والطبطبة ان الراجل يشعر ان فيه زوجة بيأمن لها. وهي تشعر بالامان ان فيه زوج في حياتها بيساندها وظهرها. واذا انجبت تشعر ان عندها من من الراجل ده الاولاد اللي هيقفوا جنبها لما يكبروا. والتجربة اثبتت ان منزومة الجواز نجحة. اللهم الا لو كان الاختيار من البداية غلط. اذا كان البداية غلط فانها هتقادي. لو كانت التربية مختلفة من الرجل والستة. لو كانت الثقافات مختلفة. لو كان تاني فكرة ان كل واحد بيحاول بس يبرز الشكل الايجابي اللي فيه ويخفي الشكل السلبي اللي في حياته. عصبي مثلا. ما قلت ليش انك انت عصبي ليه يوم ما تجوزنا. ما انت كنت عامل نفسك قاعد ليل نهار هادي ولطيف. شوفي حجم المكاشفة والوضوح. ازا كان بين الاتنين بيبقى اجمل جواز. بدليل ان الزيجات اللي كانت بتحصل قبل كده في ازمنا سابقة. نجحة جدا. انا بشوف ان معدلات الطلاق مسلا في الستينات كانت اقلب كتير جدا والسبعينات. طبعا. من التسعينات والالفية الجديدة. صح. هل امرأة واحدة تكشيش حياة الرجل? طبعا. زوجة هل تكفي? زوجة تكفي? طبعا. ولو حب واحدة تانية على امراته? لا خلاص. لا في مشكلة. الست بتحب الرجل. انت جابة مينة انا عايزة عارفين حاضلة. انا. نعم. الست بتحب الراجل الخيم ولا اللي مقطع السبب؟ الخيم. الخام. الخام? اه. ولا اللي مقطع السؤولة ده. انا ما حبش لده ولا ده. تحبش اي نوم انها الرجل. انا اللي مقطع السبب قبلها ولا الخام. لا يعني انا احب الراجل الكريم الراجل اللي بيادحك العزيز اللي دمه خفيف يعني. مش اللي اختارين دول يعني. انا ساعدت بيكو جدا. اشكرك يا فاني مقام جا رجعني. رجعوني مكاني. خليني نرجع لبرنامج الجميل واحد من الناس واخن كده خلصنا هو وهي ويعني فرحانة اوي 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 بقراء حضرتك. ما هنيك على الحوار. والله. عمدت معي حوار جديد جدا. عمر ما حد نسألني الاسئلة دي قبل.